اشتركوا في القناة غفر له ما تقدم من ذنبه وصلاة التراويح مع الإمام أفضل من صلاتها فراد في البيوت لما يترتب عليها من الفضل العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما أن التراويح مدرسة لتهبيب النفس وتدريبها على النوافل وقيام الليل وقد كان بعض السلف يقول ما من شيء أجده في قلبي ألد عندي من قيام الليل والأفضل أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فإن زاد على ذلك أو نقص فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ويستحق القنوت في الوتر ولكن ينبغي على الإمام أن يحافظ على الأدعية المأثورة وأن لا يطيل وأن لا يتكلف السجع ولا يبالغ في رفع الصوت والصراخ صلى الله عليه وسلم